فلوسك شغلتها وخسرت معايا باختصار كده فلوسك طارد الجملة دي تقالت فيلم اسمه عوكل على لسان طالع الزكريا اللي كان بلعب قال لي رحمه اللي كان بلعب دور مليجي لما قالها لمحمد سعد لما أكل عليه فلوسه وقال له فلوسك شغلتها وخسرت خلاص مالكش فلوس عندي ليه استدعين المشهد ده؟ لان ده نفس الحالة اللي بعيشها النظام اللي اسمه مليجي بتاع عبد الفتاح سلومة مع المصريين في الخارج ما هو خلص وشطف المصريين في الداخل فاندار على المصريين في الخارج اللي اتلسعوا كذا مرة مع كل تعويم واللي الحقيقة قرروا انه انتعارفين الدولار النهاردة بكام دلوقتي استنى عشان الراجل بعتلي شكرا مشكورا والله بتسعة وتلاتين تسعة وعشرين الدولار اليوم يا حضرات تبقى للدهب اهو ادي شاشة الدهب قدام حضرتك احسب واجمع واطرح واقسم تسعة وتلاتين تسعة وعشرين يعني الدولار النهاردة تسعة وتلاتين تسعة وعشرين فالنيسة الحقيقة العاملين في الخارج تلات سعة وكذا مرة مع كل تعويم فحصل ايه تراجعت تحولات المصريين لغاية تقرير حصل من كم يوم على سكاي نيوز قالت ان تحولات المصريين في الخارج سجلت اقل مستوى فصلي في عام وربع فضل خش كان فيه حد النهاردة بيقول المصريين اللي في الخارج بيحولوا فلوسهم في السوق السوداء حد في البرلمان او حاجة زي كده تراجعت تحولات المصريين بالعاملين خارج ستة وعشرين في تسعة اشفر قالت ليه؟ لأن انت في الحكومة بتديله على تلاتين تمه برا تسعة وعشرين تسعة وثلاتين انا شغال وتعبان برا مدرس عامل مهندس الدولار في السوق السوداء بتسعة وثلاتين تسعة وثلاتين تسعة واثرين امون كاً قدوا باربعين اديل حضرتك تدوني بتلاتين جنيه؟ يعني عشرة جنيه فارق في الدولار في الدولار الواحد ينفع مين ده؟ فالمصريين خدوا السكك التانية لدرجة انه طلع النهاردة حد مسئول وقال كده بالنص ان المصريين بيحولوا انعدام السقة بنظام السيسي وتراجع تحويلات المصريين بالخارج حلوتك حلوتك يا حلواني طيب نعمل ايه بقى انت ولدي الذين ما كوش كتالوج يعني طب ايه رأيكم بقى احنا هنشوف لكم حل النهاردة بقى كان فيه سن من التصريحات وجر ناعم للمصريين بالخارج من حكومة ميليجي بدأت بمؤتمر بالرجل الغلبان حبيب حمايته اللي بيحب صنية البطاطس باللحمة من صفة البولي وقال لهم القيادة السياسية المبسوطة من كواوي اسمع كده حيث تحرس القيادة السياسية والحكومة المصرية على التأكيد الدائم ان ابناء مصر بالخارج هم جزء اصيل من نسيج المجتمع المصري هم المحتفظون باصالتهم وانتمائهم للوطن والداعمون للدولة المصرية في كل الأوقات هو لو محطش البريزة الوردي هماش نعرف ان ورسة عزر يعني يعني لو محطش البريزة بعدين ايه اللون الحلو ده بص ورد صناعي انا بقولك اسمترية يعني اسمترية يعني نص ده زي النص ده كده بالزبط فيعني نروأك احنا يعني اشتركوا في القناة